اشتركوا في القناة بلدنا اليوم هو الجزائر والمدينة هي وهران وهران هي مدينة معروفة كتير لتعدد السقفات اللي قطعت عليه ومعروفة كتير لتاريخها ولموقع الجغرافة الاستراتيجية رح نكتشفها سواء خلال صورنا اليوم رح نبدأ نشوف أول شي الخريطة ونشوف وين بتقع وهران بالجزائر مثل ما بيبين علينا لكن الجزائر بيبين علينا محاطة بعدد كبير من الدول مثل تونس وليبيا والمغرب موريتانيا مالي وغيرها ومن الشقة الشمالية بتاعتها على البحر الأبيض المتوسط ومبين علينا أوهان قريبة على الجيرز العاصمة الجزائرية أوهان اللي هي وهران باللغة العربية ومبين علينا قدام موقعة استراتيجية بالمغرب العربي وبأفريقيا الشمالية مشان هيك عدة سقافات وحضارات قطعت عليها من الرومين للأوروبي الإسبان ومؤخرا الفرنسيين أكيد اللي استعمروها على فترة طويلة كتير ورح نشوف أنه هيدا ترك بصمة كتير حلوة بالبلد لما بين تاريخية ما منشوفها إلا بهالمدينة بالتحديد لكن عذابنا نروح من بيروت على وهران كيف منروح؟ منروح أكيد من بيروت على الجزائر في طيران مباشر ومن الجزائر على وهران فينا نكفي بالتيارة أو في قطار ثلاث أربع قطارات بنهار من الجزائر العاصمة بتوصلنا على هالمدينة الحلوة وأفضل فصل واحد يروح عليه لهونيك ومثل هلأ فصل الربيع بين أزار وإيار أو فصل الخريف أيلول وتشرين وشو ناخد معنا أكيد أحزي مريحة تيب خفيفة وباك باك لأنه في كتير ماشي هونيك وبنصحكم مشاهدينا إذا حبيتوا من بعد الحلقة تزوروا هالمدينة الرائعة تاخدوا فندق القتال يكون تبعاكم بساحة الأول من نوفمبر بلاس دو برمير نوفمبر لأنه حول هذه الساحة موجودة أكتر الأماكن السياحية يلي رح نحكي عنا بحلقتنا خلال نشوف أول شي صور عن وهران وقت نوصل لهونيك لكينا هون يمبين علينا مدخل المدينة والحلو بهذه المدينة أنه مثل ما مبين علينا هون منظر رائع بذات الوقت عنا شط البحر الأبرد المتوسط عنا مبين علينا هون سانتا كروس يلي رح نحكي عنا بعد شوي يلي هو موقع استراتيجي وكتير حلو ومبين علينا الميناء وفي حياة بحرية وتجارة مهمة كتير يلي كتير مهم نحكي عنا لأنه يعني هيدا الشي خلا كل هالحضارات والجنسيات من الجيوش وصلوا هون يكون مبين علينا كمان المبينة يلي بين الهندس المعمرية العربي هون هيدا بفكر واحد أنه هيدا مطحف هيدا القار يعني هونيك واحد إذا بده يوصل ببترين من هوني على أوران بينزل بهيدا المحطة وهون كمان بينا علينا لون السماء بقولوا بيسموها لوهران الباهية هالمدينة الباهية الحلوة يلي دايما الشمس شرق فيها ومعروفة لطقصها المعتدل هيدا هي ساحة الأول من نوفمبر يلي هي وسط المدينة هوني بدأت أقف شوي على هيدا الصورة لأنه مهمة كتير وهران بتجي هي مثنى وهر وهر يعني أسد وهون يبين علينا تمثيل الأسد في أسدين لأنه وهران هون مثنى وبتقول الأسطورة يعني أنه كانت هالمنطقة فيها أسود كتير وتم استياد آخر أسدين بهالمنطقة بمدينة وهران مشان هيك سموها على هيدا الشكل ومنهم بتصور كلمة وهرة واحد دعطي وهرته للتاني يعني مثل الأسد عنده هالوهرة المهمة وهران هي تاني مدينة بالجزير واحدة أهم المدن بالمغرب العربي تأسست سنة 1902 بفترة الأندلس ومن بعدها تويل عليها حكيم عرب كتار وبربر واستعمروا الإسبان سنة 1509 ورجع استعيدها سنة 1792 بين محمد الكبير وخلال استعمار الفرنسي بين 1830 و1962 شهدت تهران تطور سريع وهون بحب أتوقف على هيدا الصورة لأنه مبين أنه في تهران المدينة مثل ما مبين كان يتقبل وسط المدينة وهون فيه يعني كمانة غير مناظر فينا نشوفها قريبة كتير على وهران المدينة هي منطقة معروفة وبيبين علينا كنها الطيور الحلوة كتير لفلا موروز لمنطقة سبخة وهي منطقة فيها لكانة طبقة مي ملحية رئيئة وحلو أنه منبقي فيها التور التور النحام الرائعين يلي مدرون نسافر على آخر الدنيا تنشوفون هن منون بعد عناينا عشرة الأبيض المتوسط ويعني رح نحكي اليوم عن الطب 5 تينجز تودو إن تهران أحسن يعني أحلى خمس إشة فيها نعملها لأنه إذا بدنا نسلسل كل الأماكن اللي بكينا نزورها به وهران يعني قصة طويل كتير وبتكون حلقتنا طويل كتير لكن من أهم المأماكن اللي بدنا نزورها وقتها نوصل لهونيك هي سانتا كروز سانتا كروز هي إلى رمز تاريخي مهم كتير وهو فورت مثل ما نبين هون على اللوحة التسكرية أو ألعة أو حصن نبنى بالقرن السادس عشر وبنى جيش الإسباني ومثل ما كتعبوا دون المدينة عدة حضارات قطعوا ومكان جرى فيه معارك دارية ومهم كتير بين الاسمينية والمورو ورجع رماما الجيش الفرنسي بين 1854 و 1860 فينا نشوف لكينا هيبة هالمحال وهرت هالمحال وهون كمان بتقف على هيدا الصورة قريبة على الألعة فيه كابلة كتير حلوة هي شابال سانتا كروز كابلة رائعة يعني في كتير زوار بيروحوا لهونيك مؤمنين بيسلوا هونيك وكمانا بيطلعوا لفوق تيشوفوا منظر المدينة كلها لأنه من هونيك ملطقت أحلى صور بتصور بوهران ويعني بعد هالجولة السريعة والمنظر من فوق بيبين علينا بسانتا كروز نتجي على كاتدرائية الألب يسوع كاتدرال دي ساكريكور والحلو أنه بيه المغرب العربي بعد فيما بيني بتحكي عن حوار السقفات مثل هالمبنى يلي عم نشوفه عم نشوف قده هالبسطة المعمرية حلوة كتير ونبنت هالكاتدرائية بين 1904 و1913 وتحولت من بعد الانتداب الفرنسي والاستعمار الفرنسي يعني سنة 1962 بعد كم سنة تحولت هالكاتدرائية لمكتبة عامة مثل ما كنا عم نشوف بالصور بين علينا هوني كمان التفاصيل من جوه ومشورنا بتكفي ورحلتنا بتكفي بوهران على ألعية وهران كمان المعروفة كتير مثل ما كنت عم بقول يعني موقعة الجغرافة لها هالمدينة مهمة كتير ونبنى كتير ألعات هونيك وهالألعاء منظر كتير حلو كأنه هي على شبه جزيرة بنص وران بين علينا جبل الأسودة بوجة وهالألعاء بتوقع بمرس الكبير وتعمريت أكيد للدفاع عن المدينة وحميته هران خلال 300 سنة من القوى العزمانية التي توجودها حواليا ومن كفة كمانة بينا علينا كاتدرائيات وكابيلا وكانيز هونيك في كمانة جويمة كتير ومن هون حوالا دينيل كنا عم نحكي عنه في جامع كمانة كتير مهم واحد يزوره كزير وهو جامع الباشا واحد من الأماكن القليلة يلي بعدها بوهران من الفترة العثمانية وتعمر المسجد سنة 1797 ومبين علينا كمانا لكينا هالهندسة المعمرية الخاصة بهذه الفترة ومننتقل على بيس بالاس أو يعني هو مثل أصر البي هون كمانا بيبين تفاصيل الهندسة الحلوة كتير نبنى هالأصر بالقرن الثالث عشر عم نشوف يعني أديه المباني السياحية هي نبنت على مراحل عديدة وعمروها المرينية ودعموها الإسبان وهيذا الأصر كمانا مر عليه العثمانية واستعمروا الفرنسي وعم نشوف بعد أديه بعده محافظ عليه أكيد عم بيترمم وديما هالأماكن حلوة واحد يحافظ علي هون يمبين علينا مكان تاني هو داريح السيدي عبدالباكر ومن هون يكي لطوئة هذه الصورة بيبين كمانا شئتين من المدينة بيبين منظرها الرائع على البحر الأبيض المتوسط واحد ما في روح على وهران وما يزور المسرح مسرح وهران المهم كتير لأنه هون مننتقل على هندسة معمارية مختلفة تماما منفوت بأجواء لكن الهندسة الأوروبية مثل ما نبين علينا هون واحد قطي يشوفك صور بفكر حاله بأوروبا وهالمسرح نبنى بأوائل الأرن العشرين وهو تحفة فنية بحد ذاته وجوه عم بيبين علينا في واحد والزير يعني والسيح يروح يحضر احتفالات ومسرحيات حلوة كتير بعدها بتنعمل هونيكي وما فينا نخلص التفاياس بلما نحكي عن الطعام أكيد بالجزائر الأكل هونيكي معروف كتير وطيب كتير في كسكس في طاجن وبما أنه نحن بوهران على البحر الأبيض متوسط أكيد في كتير سمك واتمار بحر طيبة والحلو أنه اكتشفت أنه في مطعم لبناني كمانا بواسط مهران اسمه كافي لابنان لبنانية وينما كان بالعالم وتحية لقلون وينما عم بيحضرونا ولك كل الجزائري اللي عم بيبعطوا لرسائل إلكترونية وكومانس على فيسبوك لفاياج بياج مرسي كتير لك أنا وهذا الحلقة كانت خاصة لكم وبنها مع سباشل ريكوست غنية لمغنية جزائرية اسمها كنزة فرح الغنية اسمها كالكبار ومع الليحة الختمية بشكركم وبشوفكم وسواشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة